اشتركوا في القناة من يوم الخميس وهو اليوم عشرين ثمانية ولغاية يوم السبت تسعة وعشرين ثمانية طبعا بالنسبة للقمر رح ينتقل من اكثر من برج خلال هذا الاسبوع يعني رح يبدأ هو من امس موجود في العذراء ورح يضل لغاية ظهر يوم الجمعة موجود بالعذراء من ظهر يوم الجمعة ولغاية ظهر يوم الاحد القمر بصير في الميزان من ظهر يوم الاحد لغاية عصر يوم الثلاثاء القمر بصير بالعقرب من عصر يوم الثلاثاء ولغاية مساء يوم الخميس القمر بكون متواجد في القوس من مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي ولغاية ما بعد يوم السبت طبعا بخلال فترة الاسبوع في عنا ثلاث احداث طرورية ومهمة انكوا تسمعوها اول واحدة انه عنا عطارد رح ينتقل لبرج العذراء صباح يوم عشرين ثمانية وهذا من الاشياء اللي رح تحسن من مزاج واوضاع بعض الابراج الترابية والابراج المائية بشكل عام اما بالنسبة للشمس رح تنتقل للعذراء يوم اثنين وعشرين ثمانية مساء وهذا بدل على انه بدأ العام من عند برج العذراء ابتداء من هذا التاريخ ولكن انه الامور بتصير بشكل متصاعد بالفائدة للابراج الترابية وللابراج المائية بوجه عام عشان هيك بنستغل الفرصة ونقول لما وليد برج العذراء كل عام وانتم بألف خير اما بالنسبة للزاوية السلبية اللي رح تتشكل خلال هذا الاسبوع هي زاوية التربيع رح تكون بين المريخ وزحل رح تكون يوم اربع وعشرين ثمانية مساء وفي هاي الزاوية طبعا هاي من الزواية اللي انا ذكرتها في بداية العام هي في توقعات العامة موجودة بتتزايد المواجهات والمشاحنات واعمال العنف اللي بتخلف مشاكل عديدة وبتشهد فضائح بتمس بالتقاليد والاعراف الاجتماعية يعني فيها عنف فيها مشاكل فيها فضائح الله يستر ايش اللي رح يصير بالفترة القادمة او بخلال هذا الاسبوع طبعا بالنسبة للزاوية هاي هي تأثيرها اللي موجود تقريبا بحدود الاسبوع يعني موجودة ومؤثرة ومشكلة من الاسبوع الماضي لها تأثيرات كانت الزاوية غير متصلة اللي هي التربيع لكن اوجها هو زي ما حكينا له يوم 24 ورح تستمر معنا مدة طويلة يعني رح تستمر مدة تقريبا شهر ورح يتراجع المريخ رح يرجع يشكل نفس الزاوية هاي يعني الاستمرار رح يستمر لغاية شهر 11 تقريبا خلينا نروح على التوقعات الاسبوعية ونشوف ايش التأثيرات العامة على كل برج بالتفصيل خلينا نحكي عن برج السرطان طبعا اول شيء رح نحكي عنه رح نحكي عن انتقال الشمس وعطارد اللي رح ينتقلوا للبيت الثالث عندك فعشان هيك احنا عادة منركز على الكواكب لان الكواكب وتحركاتها هاي ممكن تستمر من ثلاث اسابيع لغاية اكثر من شهر فهي تغني عن التوقعات الشهرية ومنعطي تفاصيل اسبوعية عشان منضل نعيدها او منعيد التأثيرات على حسب الزوايا الفلكية فبكون هيك انت كأنك عرفت توقعاتك الشهرية او الاشياء اللي ممكن تأثر عليك للفترة القادمة فبكون التركيز فيها افضل والمعنى بنتكون لالك اكبر وبرضو تقدر ترتب وضعك بشكل افضل بما انه الشمس وعطارد رح يكونوا موجودين في البيت الثالث يعني بمعنى انه الفترة هاي رح تتركز على امور العلاقة بالحركة بالنشاط بالاتصالات بالحوارات بامور الها علاقة بالسيارات بالتليفونات امور الها علاقة بالامتحانات او الدراسة او الرياضة او الحركة يعني فترة نشطة جدا وانت بتكون نشط جدا عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على الاقناع عالية وقدرة على الترويج لسلعة معينة الاشخاص اللي بيشتغلوا على نمط التجارة هم اكثر الناس اللي رح يستفيدوا بالفترة هاي لنشاطهم وقدرتهم على الاقناع والتجارة برضو اللي عندهم امتحانات او عندهم مدارس وخصوصا الدراسة الابتدائية او الثانوية هذول الناس رح يبدعوا بالفترة هاي وخصوصا اذا ركزوا على امور الدراسة او التعليم او حث ابنائهم على الدراسة فبيحققوا نتائج ايجابية ودعمة لا الهم اما بالنسبة للبيت الاول طبعا موجود الزهرة فيه وهذا بيت الشخصية فعشان هيك شخصية غير حيوية عالية جدا ثقة بالنفس موجودة قدرة على التغيير او الاهتمام بالذات اكثر زي التجميل او امور عاطفية بتصير ملفت للانتباه بشكل كبير للجنس الاخر برضو بتهتم بشخصيتك والتغيير بشكل كبير اما بالنسبة للمريخ فالمريخ موجود في بيتك العاشر وهو هذا بيت السمعة بيخليك تدخل ابواب بجراءة يعني ابواب كان صعب انك تدخل علاقات صعب انك تتعامل معها او بالوضع العادي يعني بكون في نوع من انواع تحفظات الفترة هاي بعطيك جراءة ان شاء الله ملك اللي بكون عندك جراءة تقعد معاه وتفاوض وتحكي معاه وما بهمك ولكن الامور اللي بتخوف فيها المريخ هو وجوده انه بعطيك اندفاع وتهور في بعض الاوقات لدرجة انه ممكن تشوه سمعتك فعشان هيك اذا ابتعدت عن المجازفات والمغامرات الغير مدروسة مخالفة القوانين او الاشياء المشبوهة اذا ما دخلت فيها والخلافات ما بينك وبين زملائك او رؤساك بالعمل اعرف ان الفترة هاي ناجحة تماما بالنسبة لك وراح تحقق منها اشياء ما كان سهل انك تحققها بالفترة الماضية ولا بالفترة القادمة طالما انه المريخ موجود في هذا البيت اما بالنسبة للبيت السابع فطبعا ما زال بشكل زوايا التربيع ما بينه وبين المريخ وخصوصا انه هذا برج الجدي وفيه ثلاث كواكب موجودة فيه يعني فيه المشتري زحل بلوتو الثلاث بيتراجعوا عملات زوايا التربيع مع المريخ اللي هو حاد بطبيعته فعشان هيك بنقولك اي شيء له علاقة بالشراكة شراكة زواج شراكة عمل بدك تكون حذر بشكل كبير يعني اثناء تعاملكم مع شركاء المال او دخول على مشروع جديد او شيء له علاقة بعقد معين بدك تدرسه وتراجعه وتستشير اهل الاختصاص فيه وفي نفس اللحظة اي تعامل ما بينك وبين الزوج او الزوجي بالفترة هاي بدك تكون حذر جدا لانه العلاقات الضعيفة او العلاقات المهزوزة فيها عندها او عندها قابلية للانفصال بشكل كبير فعشان هيك الخلافات مش سهل انك تتعاملوا فيها او تتجاوزوها وبلحظات بسيطة جدا ممكن تثور النزاعات ما بينكو او الخلافات بشكل كبير اما بالنسبة لنبتون اللي موجود في البيت التاسع عندك وهو برضو بيتراجع ولكنه ممتزج بالمزاج يعني مش سلبي ولا ايجابي فعشان الامتزاج هذا اللي بيجي متقلب فيه فهو فترات بعطيك دافع للتواصل مع اجانب او اشخاص خارج البلاد او الاتصالات الخارجية ككل او التعامل على مستوى الدراسة او الدراسة الجامعية او امور لها علاقة بالامتحانات الجامعية او القضايا القضائية فترة بتلاقي حالك يعني عندك رغبات كاملة لهاي الامور وانا بدك تحقق فيها نتائج وفجأة بسيطر عليك الوسواس او الاكتئاب ولا بتركز ولا بتدرس ولا بتتواصل ولا بتعمل اي شيء فعشان هيك لا تخلي تأثيرات نبتن اللي بتأثر على المزاج وعلى الافكار انها تسيطر عليك بالفترة هاي عنده واعمل عشان تنجح اما بالنسبة لبيتك 11 بيت الاصدقاء فطبعا اورانوس وبرضو بيت راجع فعشان هيك هو بعزز علاقاتك وبعزز معارفك مع الاصدقاء فممكن تجيك دعوات او مناسبات او لقاءات او زيارات او يتوجه لك مثلا دعوة لحضور حفلة او مناسبة بالفترة هاي بشكل مفاجئ ولكن برضو بيجيب لك صدامات وخلافات ما بينك وبين الاصدقاء او المعارف بشكل مفاجئ فعشان هيك بدك تكون حذر برضو من هاي النقاط اما بالنسبة للتوقعات الاسبوعية فاول شيء رح نبدأ انه من صباح يوم الاربعة لهو الامس القمر موجود بالعذراء حتى ساعات ظهر يوم الجمعة كونوا اكثر وعي على الطرقات خاصة في السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع اخ او جار ممكن يسجل لقاء مهم او اتصال مفيد في هاي الفترة ممكن تجري ابحاث ومفاوضات ناجحة ممكن تقوم بزيارة او تلاحق عمل ملح وضروري خلال هاي الفترة او الفترة المقبلة يعني بمعنى انه رح تنشط باتصالاتك وحواراتك وتنقلاتك بشكل كبير من ساعات ظهر يوم الجمعة القمر بصير موجود في الميزان حتى ساعات ظهر يوم الاحد بتحتل الامور البيتية والعائلية القسط الاكبر من تفكيركم بوسعكم التفاهم وتعزيز العلاقة مع افراد العائلة اهمش انك تتجنب توبيخ الاحباء او لومهم ممكن تقلق بشأن مسألة عائلية او شخصية واجه الامر الواقع بمنطق وحاول ايجاد تسويات بتحمي حقوقك لا تفرض رأيك فترة مناسبة للسفر وللاستثمار من ساعات ظهر يوم الاحد القمر بصير موجود بالعقرب وحتى ساعات عصر يوم الثلاثاء فبتجتازوا فترة ايجابية بتبعث على البهج والانشراح ما بيتخلى الحظ عنكم لا عاطفيا ولا ماليا ممكن تجنأ او تنجح في مفاوضات وتحقق اعمالك تقدم واضح اهمش انك تخصص وقت لعائلتك انت مشحون بالحيوية والحماس لمتابعة مساءلك ولا التواصل مع المحيط من ساعات عصر يوم الثلاثاء القمر بصير في القوس حتى ساعات مساء يوم الخميس انجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم كون منظم واحسن ادارة عملك وحاذر من الجدال مع المعاونين وما تهمل صحتك ما تأجل ولا تماطل عملك حتى لو اضطررت للعمل لساعات اضافية من ساعات مساء يوم الخميس القمر بصير موجود بالجدي فبينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة فترة مناسبة للقيام بعمل مشترك الاجواء ممكن تكون متوترة اهمش انك تركز جيدا وما ترتجل هاي الاجواء ضاغطة وبرضو فيها مسئوليات كبيرة اهمش انك تهدئ من روعك وما تنفعل هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الاسبوع والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة